اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاركة ممكن بحلقة بحث ممكن محاضرة او حتى مشروع تخرج بس ضمن حدود الزمالة رفزوا فيها كتير منيح ضمن حدود الزمالة محمد ما كان يشوف نيرة مجرد زميلة هو حبه وبلش يتقرب منه ويتودد له بالطريق وبالجامعة على الواتس اوب وكل مواقع التواصل الاجتماعي وهي دائما كانت تصده يعني خلاص انا ما بدي اياك بعد عني ما بشوفك الا كزميل هون هو ما تقبل فكرة انه عم ترفضه ابدا ليش لا ترفضني لا رح تحبني وبأي طريقة وعفكرة بمجتمعنا اغلب الشباب ما بيتقبلوا فكرة الرفض ممكن البنت ما بدا تتزواج هلا عندها دراسة عندها طموحات تانية وبعدين لتفكر بهذا الموضوع هاد الكلام ما بيفهموه نهائيا وكأنه فكرة الرفض تقليل من قيمتهم المهم محمد بقي سنتين يحب نيرة وعم يتلقى منه الرفض بس بدون اي رد عنيف منه لحد اخر مرة جنت نيرة عحالة متل ما بيقولوا جنت على نفسها براقش لما ردت عم حمد وقالت له تركني بحالي وانا رح انخطب لشب بتعرفت عليه هو كتير محترم وما نو مثل الباقي هاد الكلام ما قدر محمد نهائيا انه يستوعبه وبلش يهدده بالقتل وقال له انتي ايلي وبس ومستحيل تكوني لاي حدا غيري طبعا هون نيرة ما اخدت كلامه بعين الاعتبار وما خبرت اي حدا من اهله غير اخته وبعد يومين من هاد الكلام نزلت للجامعة قدموا الامتحان وبعدها طلعوا بنفس الباص اللي رح يوصي كل واحد فيهم لبيته ولما نزلت مشي وراها ووسط تجمع كبير من العالم هجم عليها وطعنى بجنبه وبعدها نحرى لحد ما ماتت والغريب انه ما في اي حدا حاول يبعده عنه شارع وعجئة عالم معقول ولا اي حدا قدر يوقف بوجهه خبروا اهله بيلي صار مع بنته بس اما ما توقعت ابدا انه ممكن تكون خسرت بنته نهائيا اكيد ما في اي ام تتمنى انه تخسر حدا من ولاده لما وصلت للمشفى وشافت بنته بهاي الحالة نقلينه للمشفى وغرقانه بدمه وميته ما قدرت تستوعب المنظر وانهارت بلشت الطالب بحق بنته قالقوا القبض عم حمد شو بتتوقعوا حكى باعترافاته قال انه في حب متبادل بيناتهم وحتى انه كان عم يصرف عليها بسبب الوضع الصعب لأهله وانصدم لما عرف انه أهله ما بيعرفوا بقصتهم متل ما كانت عم تقول قبل واما هي سبب كل شي كانوا عم يحددوا موعد خطبتهم بس هي يلي بتقلها احكي مع هاد ومع هاد لا تحكي وخدي مصلحتك وبس والسكين يلي كانت معي كانت لدافع عن حالي لانه نيرا هي اللي كانت عم تهددني انه رح تبعت حدا يبعدني عن طريقة طبعا كلامه كان مخالف تماما لأقوال اختة وامة يلي اكدوا انه هو كان عم يتقرب مننا ويزعج كتير وهي عم ترفضه القصة تعقدت والمحاكمة كل مرة بتتأجل وتبين معن انه هو بيتعاطى مخديرات فهي النقطة بلشوا اهل محمد يستغلوها لصالحهم واتدخل فريد الديب ليدافع عن محمد وكان عم يسعى لحتى يطالعوا براعة رغم انه الجريمة واضحة وكان شاهد عليها مئات الاشخاص بس بالنهاية وبعد مماطلة طويلة تم تنفيذ حكم الاعدام بحق محمد والرفض الطعم بالحكم وانعدم صباح يوم الاربعاء وهذا العقاب كان بيستاهلو من لحظة ارتكابه لهي الجريمة برأيكم الرفض سبب كافي للقتل ناطرى اراءكم بهي القصة بالكومنتات وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وكومنت للفيديو كما نبقى مستمرين ترجمة نانسي قنقر